وانتقل عبر الهاتف إلى واشنطن ودكتور صلاح حسن أستاذ التسويق بجامعة جوج واشنطن أهلا بك دكتور أهلا بكم وتحياتي للبرنامج والأستاذ المشائد تحياتنا لك إذن يعني عرفنا وتنام إلى علمنا أن المؤشرات هي ارتفعت في الولايات المتحدة هذا غريب بعض الشيء لأنه نتيجة لم تحسن بعد برأيك لماذا ارتفعت المؤشرات؟ أولا أن النتيجة لم تحسن بعد ولن تحسن في رأيي الشخصي لأن في مرحلة يعني ارتقاب للنتيجة الهنائية وفي دلوقتي في الديمقراطيين يعملون للتصويت عبر البريد والجمهوريون يعملون للتصويت عبر مراكز الاختراع فبذلك أن المستثمرين يأخذون تدابير احترازية للمحافظة على محافظة مدينة استثمارية ولكن تاريخيا وجدنا أن التعاوض في الزيادة في الضرائب هو يتيق للاقتصاد وللأسواق ولكن الأخطر هو انهيار العملية الانتخابية ونستمنى أن نتحسن العملية الانتخابية بنهاية اليوم كما هو جرى العادة في السابق ولكن نعم ولكن هناك احتمالات كبيرة دكتور أن لا تحسم النتيجة اليوم آه آه لا هي طبعا احتمالات كبيرة جدا أن هي لن تحسم اليوم لعدة لعدة أسباب أولا أن الناخبين زي ما نقول الناخبين الجمهوريون يميلون للتصويت في مراكز الاختراع وحيحصل دلوقتي فيه متوقع أن يحصل فيه إشكالية لأن مراكز الاختراع تغلق في نهاية اليوم آه وعادة الجمهوريون آه يميلون في التصويت فيها فعلى نهاية اليوم حتظهر الصورة أن المرشح الجمهوري هو الكسفان آه فقد آه يعني هناك حساب من أيضا صوتوا بالبريد دكتور وهذا من الممكن أن يأخذ وقتا يعني وهذا ما يأخذ وقت ولكن أيضا أن المرشح الجمهوري آه آه يعترض على نتائج القادمة من آه البريد آه نظرا لمشاكل مختلفة متعلقة بذلك وهي منها أن يحدث تلاعب في عمليات الرصد وتجميع الأصوات عن طريق البريد آه فأعتقد يعني إذا كنا إحنا بنستبق الأمور فهنقول أن إن هو ما لا يحمد عقباه إن يحدث أن النهاية اليوم ومرش الاصطراع تغلق وتعلن النتائج المفتائية بدون العد بتاع النتائج المصوّتين عبر البريد لأن المصوّتين عبر البريد قد تأخذ أيام وفي بعض التوقعات بدون قد تأخذ أسبوع التجميع والعجل وفي هذا الوقت سوف يعترض المرشح الجمهوري لأن هذه تابقة لم تحدث في تاريخ الولايات المتحدة إن ازداد عدد الأيام الفرد أكثر من أربعة أيام يعني بعد يوم الجمعة إذا احنا في خصر إلا تعلن النتيجة قبل يوم الجمعة أن أعتقد أن المؤشرات الاقتصادية تيجي بما لا يحمد عطاه هنا هو وحيبقى فيه تناقض وتنافر في الآراء في هذا الموضوع إحنا عندنا طبعا حيبقى فيه مستفيدين في حالة إعلان فوز الرئيس ترامب ومن أكبر المستفيدين في هذه الحالة ستكون شركات البترول شركات التكنولوجيا أو ما يطلق عليها شركات الدفاع والدفنس كونتراكتورز الشركات الأدوية والبيوتكنولوجي كل هذه القطاعات هي مترقبة وإنها تكون أكبر متفيدين إقتصاديين من فوز ترامب نعم نقيد من ذلك إذا ما فاز بايدن أو أعلنت نتائج في صالح بايدن وهذا غير مرضح على نهاية اليوم لكن إذا أعلنت نتائج في صالح بايدن على نهاية اليوم أنا في اعتقاد الشخص أن النتيجة حسن طيب كما قل أن المرشحين الجمهوريون يمنون للتصويق عبر عبر الذهاب أنفسهم إلى لجان الاقتراع نعم انتهى الوقت ولكن صورة وصلت بشكرك دكتور صلاح حسن أستاذ التسويق بجامعة جوج واشنطن